تعود مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها للاجئين إلى الواجهة بعدما شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية خلال الليل المرة الثانية في أقل من أسبوعين إسرائيل تحمل المدينة ومخيمها مسؤولية العديد من الهجمات التي تسهدف إسرائيليين مخيم جنين تأسس عام 53 على الطرف الغربي الجنوبي لمدينة جنين شمالية الضفة الغربية على مساحة من الأرض تبلغ 420 مترا مربعا أي أقل من نصف كيلومتر مربع يسكن المخيم لاجئون فلسطينيون رحلوا أو اضطروا للرحيل عن ديارهم في منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل عام 48 ويبلغ عدد سكان المخيم اليوم نحو 14 ألف لاجئ يعملون في قطاعات مختلفة من الزراعة والتجارة إضافة إلى الوظائف الحكومية في السلطة شهد هذا المخيم العديد من الأحداث كباقي الأراضي الفلسطينية خلال الانتفاضاتين الأولى عام 87 والثانية عام 2000 وكان الحدث الأبرز الذي شهده هذا المخيم حصار القوات الإسرائية له في أبريل من عام 2002 حيث استمر القتال داخل المخيم بعد حصاره لمدة عشرة أيام وأدت المواجهات حينها وفق تقارير الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 52 فلسطينيا نصفهم تقريبا من المدنيين إضافة إلى مقتل 23 جنديا إسرائيليا عاد مخيم جنين إلى الواجهة مرة أخرى مع ظهور تأليف مسلح أو تشكيل مسلح جديد عام 2021 بعد سنوات من الهدوء حمل اسم كتيبة جنين ويضم عناصر من تنظيمات الجهاد الإسلامي وحركة فتح وحماس إضافة إلى عناصر لا تنتمي لأي تنظيمات سياسية محددة وشكلت منطقة جنين بمخيمها والمدينة وقراها أحد الأهدف الرئيسة لعملية كاسر الأمواج التي أطلقتها إسرائيل في بداية إبريل من عام 2022 في الضفة الغربية وقالت أن الهدف منها كان منع وقوع عمليات فلسطينية مسلحة واعتقال من يخططون لتنفيذ مثل هذه العمليات اشتركوا في القناة